في موضوع الخيارات أمام الحكومة أظهرت الحكومة لغاية الآن عدم قدرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وكذلك الخطة التي وضعتها الحكومة تظهر تضاربا كبيرا في الأرقى المجتمع الدولي عبر صندوق النقد أو عبر سادر تقدم بمجموعة إصلاحات وبالأمس أكد عليها وزير الخارجي لودريان عليهم البدء بها ووضع في مقدمها مسألة الكهرباء ومسألة التعيينات الإدارية أنا أعتقد أن الحكومة يجب أن تذهب مباشرة إلى هذا الخيار هناك طبعا اشتباكات سياسية وهناك يظهر أن الحكومة غير قادرة على ولوج ملفات الإصلاح أولا ندرك الكهرباء يسيطر عليها طيار الوطني الحر يستفيد منها كذلك الثناء الشيعي وبالتالي لا يظهر أن هذه الحكومة تمتلك الجرأة على مقاربة هذه الملفات ثانيا في التعاطي مع الجهات الدولية يعني الحكومة لم تقدم على أي خطوة تثبت أنها حكومة صاحبة قرار وقد قالها كذلك وزير الخارجية لودريان كما وجهت عدة رسائل مماثلة من جهات نقدية دولية أو من دول مساهمة عادة في مساعدات لبنان أنا أعتقد أن الحكومة بهذه المواصفات غير قادرة على التصدي للأزمة الاقتصادية وعلى هذه الحكومة أن تستقيل لأنها فعلا أثبتت فشلها وعجزها في كل الملفات سواء الاقتصادية وغير الاقتصادية يعني كلنا ندرك أن تقوم الحكومة بالتعينات ثم أو تضع مشروع قانون للتعينات يقر في مجلس النواب ثم ينسف من خبر رئيس الجمهورية تصدر مرسوما تذهب به إلى رئيس الجمهورية فلا يوقعه هذه الحكومة غير قادرة على حماية صلاحياتها غير قادرة على تحمل مسؤوليات الملقاة على اعتقاف الدستور وبالتالي أنا أعتقد أن رحيلها هو أرحم للشعب اللبناني ربما سيتيح هذا المجال للمجيء بناس فعلا مستقلين وليس ينتمون إلى طبقة سياسية التي تصادر قرارهم بموضوع الكورونا يعني يظهر أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ليست كافية لغاية الآن أولا يعني لا يتم لغاية الآن استعمال الفحص البي سي آر الفوري الفحصات التي تجري تظهر نتيجتها بعد يوم أو يومين حيث يكون هناك تخالط بين الوافدين والحاضرين وبالتالي هذا أدى ويؤدي إلى مشاكل عديدة هناك قصور طبعا في عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية وللأسف الحكومة لم تقوم بوضع خطة طوارئ لرفع جهزية المستشفيات الحكومية وطبعا تسديد أموال المستشفيات الخاصة أعتقد أن الموضوع برمته يعني يشبه كل السياسات الحكومية الفاشلة يجب أن تكون الحكومة أكثر مصدقية وأكثر جدية وأكثر يعني تواصلا مع المجتمع الدولي الذي بإمكانه أن يدعم الحكومة من وجهة النظر على المستوى الصحي اشتركوا في القناة